وللحديث عن هذه الحملة الإغاثية التي أطلقتها منظمة أمال القرى للإغاثة الإنسانية في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك المنسق العام لمنظمة أمال القرى دكتور عبدالقادر محمد أهلا بكم دكتور هياكم الله مرحباً أهلا وسهلا دكتور أطلقتم حملة مساعدات إنسانية في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار لو تتلعنا على تفاصيل هذه الحملة والمناطق التي استهدفتها بحقيقة نظر الظروف التي يمر بها البلد وهذه الحضر التجوال هناك صعوبة تواجهة كثير من العائلات في المدينة وفي مختلف المدنة بالموصول إلى الأسواق وأيضاً أقلب هذه العوائل من أصحاب سخص المحدود حيث في المناطق التقهيرات هناك كثير من العائلات المتعففة يعني الأساسون على الأجور اليومية فسبب الحضر التجوال متعففت كثير من حياة هؤلاء ومصدر رجلهم فبادرت المنظمة بتوفير مستعمال لذائية إلى هذه العائلات والإصالها إلى إليكم في مناطقهم في منطقتين كانت في منطقة جميل ومنطقة الشهداء أضمن مرحلة أولى لعدة مراحل إن شاء الله ستدوها حملات أخرى لتأمين هذه المستزمات الضرورية من المواد الغذائية التي يصعب على هذه العائلات التأمين في ظل هذه الظروف صعبة وكذلك بعض المعقيمات والمناطقات التي يحتاجونها في مواجهة مخاطر انتشار بيروس كورونا فكانت منطقة مبادرة ومشاركة في معيونات بالضرط القائم الآن توفير هذه المستزمات في هذه المناطق وستمت توزيع 250 فل غذائية على العائلات الموجودة وإن شاء الله ستكون لدينا أيضا هناك عملات أخرى قادمة في الأيام الخلقة القادمة نعم دكتور أشرتم إلى أن هذه الحملة تزامنت مع حضر التجوال وكذلك الحجر الصحي المفروض في ظل انتشار بيروس كورونا هل وجدتم صعوبات في توزيع هذه المساعدات والوصول إلى الأهالي هناك في ظل هذه الظروف الاستثنائية؟ بالتأكيد هناك تجديد وإجراءات لحضر التجوال الكبيرة وهناك كثيرة سيطرات ووصول عبر الطرق وتجديد لكن استطعنا بالتعاون بعض السلطة المحلية في المدينة لإستحقان بعض المؤفقات للمصول إلى هذه العوائز والتوزيع هذه الظلات الغذائية هو الإجراءات حضر التجوال هي أهم عقباتنا تواجهنا الانتصال من حي إلى حي بل من شارع إلى شارع كثير من ما توقفنا هذه السيطرات الأمينية التي تحاول أن تفضح حراء التجوال على المواطنين وتحد من حركتهم تحسبا للمخاطر انتشار بيروس كورونا نعم في ظل هذه الحالة الاستثنائية التي يعيشها العراق على غرار كل دول العالم نتحدث عن هذه الفئة التي استهدفتها هذه الحملة الإغاثية باعتباركم توجدتم معهم هل يجدون ما يلبي حاجاتهم الأساسية من غذاء ودواء في هذه الفترة؟ بالتأكيد هم يعني هذه الفترة كلما فارث الفترة تبقائهم وفتح عنهم يعني كيف تنفذ مواد الغذائية التي ربما هيعوها وقدموها في بيوتهم لم يحسبوا حساب يعني لهم مدة طويلة كان هنا إجراءات المؤلاء عنها لمدة أسبوع ثم حصلوا هناك تنبيل لسبوع الثاني والثالث وربما يصور الأمر فتأكيدهم تتزداد حاجتهم بظهور الوقت وظهور الأيام فذين فدمرتين من مؤونة ومن مواد الغذائية وغيرها فبالتأكيد يعني نرأي هذه القضية وأسدنا أو نحسدنا أشخاص نحاول أن نؤمن ما نستطيع بوفق الإمكانيات الموجودة لدينا تأمين حاجة هذه العائلات في الأيام القادمة هناك الكثير من العائلات الفقيرة حقيقة لا ينصون يعني قوة يومهم يعني من هم أصحاب الدخل المحدود فممكن يجريهم يومين أو ثلاثة بالكثير الأسبوع فكيف إذا مرت الأيام والأسابيع فتأكيد سيحضرهم الجوع ويحتاجون إلى من يقف معهم ويساندهم في هذه الظروف الصعبة وندعو كثير من الأخوة من يسوري الحائل والمنظمات إلى النشار الآن ليس فقط في وخيمات المزوع حتى في المدن والقرى كثير من هؤلاء العائلات الفقيرة تاج إلى دعم تاج إلى توفير مواد غذائية تسبب أيضا هناك تشكحات المواد الغذائية وطعوبة الوصول والحصول عنها هذا هو ما يدفع الكثير إلى المناشدة وطالب الدعم والمساعدة في هذه الظروف الصعبة شكرا جزيلا لكم المناسق العام لمنظمة يوم القرى للإغاثة الإنسانية دكتور عبدالقادر محمد كنت معنا عبر الهاتف من الأنبار ترجمة نانسي قنقر